ومشاهدين الكرام تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشركات الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي وقعت شركة ابدأ لتنمية المشروعات الدراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ بروتوكول تعاون مع مجموعة موندراجون الإسبانية على هامش فعليات مؤتمر لاستثمار المصري الأوروبي يهدف البروتوكول إلى تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات والتي من أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل المحلية المستدامة فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي وقعت شركة إبدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة لتطوير الصناعة المصرية إبدأ برتكول تعاون مع مجموعة موندراجون الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ويجتمل برتكول التعاون الذي وقع اليوم على مجالات عديدة منها التعليم الفني والبحث والتطوير بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة مما يصهم في خلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق العمل المحلي والدولي وخلال التوقيع أكدت الدكتورة أمان عيد الرئيس التنفيذي لشركة إبدأ أن هذا التعاون هو أول ثمار نجاح الشركة بين إبدأ وشركة كوبريكي الإسبانية فهو يعد بمثابة الشرارة الرئيسية لتشجيع مجموعة موندراجون العالمية على زيادة استثماراتها في مصر في قطاع الصناعة وقطاعي التعليم الفني والتدريب التقني كما أكرت الدكتورة أمان عيد على سعي مبادرة إبدأ الدائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسيما الاستثمارات الصناعية لدعم وتطوير قطاع الصناعة مما يساعد في إحلال الواردات وتعظيم الصدرات المصرية وتعزيز قدرات مصر التنفسية في الأسواق العالمية وتعد مجموعة موندراجون العالمية واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز لإنشاء مصنع كوبريكي مصر ليصبح أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز للبوتاجاز في مصر والذي تصل طاقته الانتاجية لأكثر من عشرة ملايين صمام أمان غاز سنويا اشتركوا في القناة